إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنكمن بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا به في الجمعة الماضية من تفسير سورة الكهف وبالأخص ذكر قصة أصحاب الكهف وقد ذكرنا في الجمعة الماضية قصة أصحاب الكهف بصفة مجملة كما أجملها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونذكر اليوم ما ذكر الله تبارك وتعالى من التفصيل في هذه القصة قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم للرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فالله تبارك وتعالى قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق المتكلم هو الله سبحانه وتعالى يتكلم بأسلوب العظمة بقوله نحن لأنه سبحانه وتعالى هو العلي العظيم نحن نقص عليك يا نبينا كما نقص على من يبلغهم الخبر والقصص نحن نقص عليك نبأهم بالحق فإذا أردت الحق المتعلق بأصحاب الكهف فلا تأخذه إلا من القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقصه عليك فالله تبارك وتعالى هو الحق وقوله الحق وقد قال تعالى وَبِلْحَقِّ أَنزَلْنَا أي وَبِلْحَقِّ أَنزَلْنَا هذا الكتاب و هذا القرآن وَبِلْحَقِّ نَزَلْنَا أي نَزَلَا هذا الكتاب بالحق وَبِلْحَقِّ أَضْحَطْ لِعْقِبَعِ tornlal لديك اللهم في المحبة حقا فقط وكما قال الله سبحانه وتعالى بطبيقه ونطلقه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يصبحين وعام للمشاهدة ومطلقه ومفرحة الأساسي تعالى الله سبحانه وتعالى قال كده سحوبي ويحفظه لك بيحفظه لهم في كل ثانية الله أسعو دعا فتاستفر الغامن وليس لحظه وفكرة وقفر ويحفظه إذا أتفرینا وقد تفرح بثامنه وكذبه هم وطرق势 وفكرة وقلت اي شراء التي ي любой من هذه الشخصة سوف نتارك فيها تعاونها سوف نتارك في الله سوف نتارك في محمد سوف نتارك في جديد سوف نتارك في المحاضر ونعن تستحق بمنت ب равن حية إذن إذا بحية سوف تتكلمة الحية جزيلة لقلت لهم للحصول من المحاضر لا تتجلهم فقط من حية البلد لأن الله نفسها والذين كانوا نعطمناها والذين تأثير الارضة كل هذه الكثير كما قال الله في واحد في اخرى وَبِلْحَقِّ يَنزَلْنَا وَبِلْحَقِّ الْمَزَلْنَاJ!' بِالْحَقِّ نَزَلْنَاJّ وَبِالْحَقِّ الْمَزَلَدَىٰهِ ثُمَّقَالَتَعَالَىَ إِنَّهُمْ فِتْيَتُونَ أَمَنُونَ بِرَبِّهِمْ وَجِدَنَاهُمْ هُوْدَا هؤلاء الفتية لما نظروا في مجتمعهم وجدوه مرة وجدوا قومهم يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى فتبرأوا منهم ومما يعبدون من دون الله إنهم فتية أي شباب آمنوا بالله عز وجل الواحد الأحد فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فلما آمنوا زادهم الله هدى فالإيمان إذن سبب من أسباب زيادة الهدى إنك لما تتبع الهدى الذي جاء به الرسل يزيدك الله هدى ومن رفض دعوة الرسل وكفر بهم زاده الله ضلالا كما قال تعالى فلما آزاروا آزار الله قولوا بهم ومن رفض دعوة الرسل وكفر بهم زادة الهدى ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons donné les plus grands moyens pour se diriger c'est-à-dire dans la voie droite الله عز وجل nous parle de ces jeunes gens qui ont regardé leur peuple et ont vu l'état de leur société des gens qui adorent des divinités en dehors d'Allah سبحانه و تعالى ils se sont donc désavoués de leur peuple ils n'ont pas accepté le fait qu'ils adorent autre qu'Allah سبحانه و تعالى ce sont donc des jeunes gens qui ont cru en Allah عز وجل en intestant que c'est lui seul qui mérite d'être adoré سبحانه و تعالى et grâce à ceci c'est-à-dire grâce à cette foi et à cette unicité qu'ils ont donné à Allah عز وجل Allah سبحانه و تعالى a fait en sorte qu'il reste sur le droit chemin et ainsi celui qui est obéi au prophète et aux envoyés celui qui est obéi à Allah سبحانه و تعالى Allah عز وجل lui facilitera la voie vers la voie droite Allah عز وجل le guidera sur le droit chemin et le préservera de toute cause de déviation et de l'autre côté également celui qui se détourne d'Allah et celui qui n'accepte pas les commandements de ses envoyés عليه وسلم et bien Allah عز وجل fera en sorte que cette personne s'égarera s'égarera plus de jour en jour ثم قال تعالى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ إِذْ قَامُوا إِذْ قَامُوا أي أمام الملك لأنه لما بلغ خبرهم الملك استدعاهم ليتعرف على هؤلاء النفر الذين خرجوا عن دينه وأنتم تعلمون أن الملك له هيبة وله مخاف وخشية فالله تعالى يقول فَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا يعني إِذْ قَامُوا بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ حين حتى لا يخافوه وحتى لا يهبوه والربط المقصود به تثبيت الشيء فالربط على القلوب معناه تثبيتها ليذهب عنهم الخوف والقلق ويحولها الأمن والطمأنينة والأمان فثبتهم الله عز وجل حين قاموا بين يدي الملك لم يخافوه ولم يهابوه ولذلك أعلنوا عقيدتهم صريحة بين يدي الملك دون خشية ولا هيبة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قولنا إذن شططا ربنا عز وجل وضحوا جل وليس عندما تزيجزث 17 وليس عندهم ولم يكونوا حقورتهم ومن يزيجز لو حقورتهم عندهم يزيجز حقورتهم وليس عندهم يزيجز كيف تخلقي وقموا لذيهم كيف تزيجز تزيجز المترجم للقناة 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 والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنثم تعلمون فرب العالمين إذن يجب أن يكون إله العالمين فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال هؤلاء الفتية لقد قلنا إذن شططا أي لو قلنا إن هناك إلها غير الله لقد قلنا قولا شططا أي بعيدا في الكذب والضلال والجور الشطط في القول هو البعد فيه القول الشطط هو البعيد عن الحق والبعيد عن الصواب يقولون إذا فرحاني يقولون 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 أي سيد نظر المزيد نظر المزيد سيكون سيكون نظر سيكون مستعدا سيكون أعض across أي سيد سيكون في أعضل إنه عزين هؤلrä الى وزيد البرك الذي سيكون في التعالي نظر Et que tu attestes que le Seigneur des cieux de la terre, celui qui t'a créé, et t'a créé de façon parfaite, et qui t'a créé selon l'image qu'il a voulu سبحانه وتعالى, lorsque tu crois qu'Allah سبحانه وتعالى est ton créateur, Que c'est lui qui est ton pourvoyeur, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui qui donne la mort, et que c'est lui qui te guérit lorsque tu es malade, cela t'oblige à l'adorer, سبحانه وتعالى, car attesté qu'Allah سبحانه وتعالى est le Seigneur des mondes, et celui qui domine l'ensemble de ces créatures, cela t'oblige de façon directe de l'adorer, سبحانه وتعالى, et de n'adorer que lui. Et ainsi Allah a fait dans le Coran, lorsqu'il a utilisé comme argument, pour répondre aux polythéistes, qui croyaient qu'Allah سبحانه وتعالى était le Seigneur des mondes, que c'est lui qui donnait la vie, et que c'est lui qui donnait la mort, mais ils adoraient d'autres divinités, en dehors d'Allah azzawajal, Et il prétendait que d'adorer ses divinités, et bien cela allait les rapprocher plus d'Allah سبحانه وتعالى, mais ceci est faux, et archi faut, car si tu attestes qu'il n'y a qu'un seul et unique Seigneur, Qui contrôle l'univers, et qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'elles contiennent, et bien il est obligatoire de consacrer ton adoration exclusivement à lui, سبحانه وتعالى. Pour cela qu'avoir azzawajal dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. C'est lui qui a fait de la terre un lit pour vous, et qui a fait du ciel un toit, et qui a fait descendre l'eau de la terre, et de cette eau a surgi de la terre des fruits et de la pourvoyance. Ne donnez donc pas de divinité en dehors d'Allah, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez que c'est lui seul, le Créateur, سبحانه وتعالى. Le Seigneur des mondes doit être donc la divinité des mondes, la seule qui doit être adorée, سبحانه وتعالى. Donc, la signification de la ilaha illallah ne veut pas dire, il n'y a de divinité qu'Allah, non, cela veut dire, il n'y a de vraies divinités, qui ne méritent d'être adorées qu'Allah, سبحانه وتعالى. Puis, ces jeunes gens ont dit, Si nous disions une telle parole, alors nous trangresserions dans nos paroles. C'est-à-dire, que si nous étions amenés à dire une telle parole, et bien ceci serait un mensonge, serait même considéré comme un mensonge profond, et un négarement profond d'adorer autre qu'Allah, سبحانه وتعالى. ثم قال هؤلاء الفتية, هؤلاء قومنا, اتخذوا من دونه إلهة, اتخذوا من دونه آلهة, لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن. نحن 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 ربنا رب السماوات والأرض. وهؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة, عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى, لولا يأتون على قولهم بهذا وصحة معتقدهم بسلطان بيّن. أي ببرهان وحجة ثابتة قاطعة. لأن الاعتقاد لا يجوز أن يبنى على غير دليل. إذا اعتقدت شيئا فلا بد أن يكون لك لمعتقدك حجة قوية بارغة. فنحن لما نقول لا إله إلا الله لنا دليل على ذلك بل معنى أدلة عقلية ونقلية كثيرة على صحة قولنا بأن الله لا إله إلا هو. ومنها ما ذكره الله عز وجل في قوله وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء مما فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا قال القائل فوى عجبا كيف يعصر إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال تعالى أفل ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت. وقال تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. أي لما يؤمر الإنسان لا يستجيب بأوامر الله كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان فلينظر هذا الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعيبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا دليل التوحيد الذي ندين الله به فما دليل قومنا على اتخاذهم آلهة مع الله سبحانه هؤلاء قومنا استخذوا من دونه آلهة لون يأتون عليهم بسلطان بي ولا يمكن أبدا أن ترى أي دليل يفيد صحة الشرك لأن الله سبحانه وتعالى من المعلوم أنه هو الخالق وحده وكل ما سيواره مخلوق ولا يمكن أبدا أن يكون المخلوق ربا وإلهة وكما سيواره مخلوق ربا وقضبا في سيواره ومخلوق ربا وقضبا إلى هذا روى ربا وقضبا في نشهر وقضبا لأنا نجل من دونه لدينا تقضب دونه غالله قد ي fearfulه؟ يقولون أن الله يس عزاوه مواتعالا أنه يبيعًا أنه يريدًا أن يكون أدرهję سبحانه وإعوالا نحن في هذه المدارة بعض الأفلاً من قبل أن الآخرون ربماً يحيطًا وضعه أيضًا أنه يريدًا أن الله عزاوه مواتعالا أنه يريدًا أن يريدًا أنه يسعر في عيونة ربيعًا إ thank you لقد عزاوه وكذلك الله يكون في فرحة مجموعة وطرق من دائم من أعلى إلغم لكه شهر مطلع وطلع وطلع مجرد هناك في المنزل في أتحالة وفي الأبن في الجامعة في الأبن في الأبن في العلاجات اللهم خلال مجموعة من المناسبة للسجر وفي على الأسر الله عز وجل وفي الأسر وليس جواع بسببًا البلك الأ Souls أنتع给وزها لمعرفة وبالتالي هى العقيل المعرفي كر يهون بلك المعرفي والدولة وكيل البحη eres Hughى هذا السrásول و Indonesian أنتعيه من الواد الذي سيبدن forgeه بالط väldigt bullet أعلى أن يكون هناك أشخاص لكي سيكون وأنت قال كم أنه مرحبا كيف يمكن أن تكون أسفلت أي أعلى الله عز وجل كيف يمكن أن تنسى إلى أسفلت أو كيف يمكن أن تكون مرحبا أي أعلى أن يكون لديه في الأثاني إذا كان هناك كل شيء يمكن أن يكون كيف هي الأول يوم الله تعالى وشكرا في الكرام لا يرى ان يرحل كيف تيظهها بين الأرض كيف هي ماركتين كيف هي أغبرت كيف هي من pared كيف هي الأرض كيف هي أغبرت كيف هي تحبثة وشكرا في أخر قد أغبرت يوم كما يرحبون يوم أن الناس يرغب بأنه يستمر بسيطة من أجل ما كانت تخلصه؟ كانت تخلصه من سبب كانت تخلصه من سبب وفي ذلك الله عز و جل أرسل ساستنى ثم السابيني السارة ثم سابيني 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 السارة يستمره الان قلone qualcosa الأن وهذه الكثير هذة هذة ن ن ن الكثير إذا كنت لا يمتلقى الله سبحانه وتعالى ولا تقوموا بحثك وقال الله أزوجيه قال كيف يرغطون الإيمان يرغطون كلهم يرغطون نعم أو نعم نعمونا 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 ملعبا ثم نعمونا تسجع الناس وضع الكثير من حياتنا فَاَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا et nous avons fait sortir de cette terre des grains, des vignobles, des légumes des olives, des palmiers, des jardins des fruits et de l'herbage مَتَا عَلَّكُمْ وَلِي أَنْعَامِكُمْ et ceci pour votre jouissance et la jouissance de vos bêtes ce sont donc des preuves irréfutables de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur des mondes qui doit être la seule divinité à être adorée subhanahu wa ta'ala et ces jeunes gens ont apporté ces preuves et ont dit à ce roi que les autres que nos peuples qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah qu'ils apportent des preuves pour justifier ce qu'ils font car toute croyance doit être basée sur des preuves irréfutables des preuves solides car qui dit croyance, dit certitude, dit aucun doute donc tout ceci doit être basé sur des choses solides sur des preuves irréfutables et aucune preuve n'existe qui soutiendrait le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala car Allah azawajal est le seul créateur c'est donc la seule divinité car tout en dehors d'Allah azawajal est créature et une créature ne peut pas être une divinité qui ta dovi en dehors d'Allah à c'est qu'il faut dire ça et avec lui الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أمه وصحبه أجمعين أما بعد ثم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يقولون ما دمتم اعتزلتم قومكم بأرواحكم وأجسادكم وقلوبكم وتبرأتم منهم ومن آلهتهم الباطلة فاعتزلوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف وتوجهوا إلى الله بالدعاء ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضرب الله تعالى على أذنهم في الكهف سنين عددا فحبس الله عنهم الأصوات فناموا نوما ثقيلا حتى لا يستيقظوا إلى الأجل الذي سماه الله لهم دخلوا الكهف وناموا فيه نوما عميقا ونوما ثقيلا كيف حفظهم الله وهم في الكهف نيام قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه لما دخل هؤلاء الفتية الكهفة لم يأوا إلى ركن من أركانه وإنما ناموا في وسطه لا جهة اليمين ولا جهة الشمال فناموا قريبا من مدخل الكهف ليكونوا قريبا من الهوى فكان الله إذا طلعت الشمس أمرها أن تحيد عنهم ذات اليمين وإذا غربت أمرها أن تحيد عنهم ذات الشمال لماذا؟ لأن الحر يوقذ النائم كما أن الصوت القوي المزعج يوقذ النائم فالله تعالى ضرب على أذانهم حتى لا تزعزهم الأصوات ثم أمر الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن عمد وقصد استجابة لأمر ربها ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهذا التزاور من الشمس وهذا الميل عن عمد منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى أمر الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وذات الشمال إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيُولِ الْأَبْصَارِ ثم ثم أَبْصَارِ وِنَا لُوَصَارِ ثم أَنَحْهُ سَسْتَنُونَ ثم أَسْتَنَيَاتٍ وَسَسْتَنُونَ ثم أَبْصَارِيقَةً ومن يساعدهم أصبحت هذه الأحيان وإله أزاوه أعجل كما نرى في المصابقات أعزالي لهم لا يساعدهم لهم لا يتفاعدهم الله أزاوه أجل فعلهم وإرساعدهم لهم لهم لا يتفاعدهم وليس كذلك وإنه حضورهم الله أزاوه أجل ومن أن يكونوا فرسون هذا المنزل comment est-ce qu'Allah les a préservés il dit et si tu voyais le soleil lorsqu'ils se levaient se déviaient de leur caverne à droite et lorsqu'ils se couchaient se déviaient vers la gauche alors qu'ils étaient dans un espace large de cette grotte lorsqu'ils sont rentrés dans cette grotte ils ne se sont pas mis sur les côtés à droite ni à gauche mais ils se sont mis au centre de cette grotte et Allah Azza wa Jal a préservé leur corps et il les a préservés de tout moyen ou de toutes choses qui pouvaient les réveiller à savoir les bruits Allah Azza wa Jal a assurdi leurs oreilles mais également la lumière du soleil et la chaleur du soleil réveillent celui qui dort Allah Azza wa Jal a donc ordonné au ciel au soleil lorsqu'ils se levaient de se déviaient de la caverne vers la droite et lorsqu'ils se couchaient de se déviaient de la caverne vers la gauche afin que la lumière du soleil n'entre pas dans la caverne et que la chaleur également du soleil n'entre pas dans la caverne et réveillent ces jeunes gens qu'Allah Azza wa Jal a endormi pendant plus de 309 années subhanahu wa ta'ala c'est donc un signe d'Allah Azza wa Jal une merveille d'Allah Azza wa Jal d'ordonné au ciel de se dévier et d'ordonné au soleil de se dévier et le soleil a oublié à Allah Azza wa Jal car c'est une créature d'Allah Azza wa Jal qui est soumise à ses commandements subhanahu wa ta'ala ainsi Allah Azza wa Jal a facilité à ces jeunes gens un sommeil long de plusieurs centaines d'années و nous c'minons qu'is-tu as-habi l'kaf في جمعة مقبلة in-sha'Allah nous s'allons à l'Allah t'abarak wa ta'ala أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله t'abarak wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يوحدونه في ربوبيته وألويته وأسمائه وصفاته اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك لما لا نعلمه واقن الصلاة